شو هي وكيف ممكن تتعاملوا مع أعراض الانفصال عن الواقع والانفصال عن الزات من بعد حدث صادم؟ ممكن يختبر بعض الأشخاص ردات فعل قوية ممكن تكون مقلقة لإلون بعد حدث صادم من الشعور بالخدر أو بالانفصال عن الزات أو عن الأحداث اللي عم بتصير حوله الشعور بأنه العالم حوله غير حقيقي مشوش أو كأنهم بفيلم استرجاع لا إرادة لصور ومشاهد من الحدث الصادم الشعور بالانفصال والابتعاد عن المشاعر والأحسيس والجسم ردات الفعل هذه التي تسمى بالانفصال عن الذات أو الانفصال عن الواقع هي طبيعية حتى لو لم تكن شائعة بالأيام الأولى بعد حدث صادم وبتستمر عادة لدقاي أليل فقط مارسو تقنيات تسمى بتقنيات التجذر بالواقع أو جراوندينغ من خلال توطيد العلاقة مع جسمنا مثل شد إيدينا على بعض وشد إجرينا على الأرض مع محيطنا من خلال حواسنا الخمسة جنبوا مشاهدة الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي خبروا الأشخاص اللي بتوسقوا فيهم عن أي مشاعر مؤلمة مارسوا التنفس البطيء خدوا نفس من الأنف لثلاث ثواني بعد طلعوا الهوى ببطء من الفم لأربعة لست ثواني عدوا عدة مرات إذا استمرت هالمشاعر لأكتر من كم دقيقة أو تكررت عدة مرات تواصلوا مع اختصاصي بالصحة النفسية مجاز أو مع الخط الوطني الساخن للدعم النفسي 15-64 للدعم والتوجيه للخدمات المتاحة